للحديث أكثر حول هذا الموضوع مشاهدين الأفاضل معي في الأسجيو المحام المعتمد لدى المحكمة العليا الأستاذ عبد الرحمن بن عيشة صباحك ساعد أستاذ أهلا بك شكرا على الاستاذ شكرا لك أستاذ طيب ربما كما تحدثنا في الكواليس أستاذ العدالة دائما كما سبق وأشرت أنها توفي بوعدها دائما تعطي مواعيد وتفي بوعدها بعد المحاكمة التاريخية لأبرز رموز النظام السابق لعلى أبرزهم أحمد أو يحيى وكذلك عبد المالك سلا الذي نتقى في حقهم الحكم اليوم جاء الدور على والي السابق لولاية وهران هو الآن قيد التحقيق وكان قبل لحظات قيد التحقيق مع القادر المسشار المحقق لدى المحكمة العليا في قضايا الفساد كيف تتوقعون أن تكون المجريات تتوقعون أن يتم الاتصال به ثانية لتحقيق معه؟ والإجراء اللي رأى وصليه هو لولاية وهران السابق هو أنه في الحقيقة الإجراءات معروفة فيها الصدد كان سمع سيد وكيل جمهورية لدى محكم سيد محمد ثم حات الملف بالطبع بعد سمع منطر سيد قاضي تحقيق لدى محكمة سيد محمد إلى سيد نائب العام لدى المحكمة العليا الذي قام بحات الملف إلى السيد رئيس المحكمة الأول والذي عين فيها الصدد مستشار محقق والذي استدعاه وستمعه في موضوع الفسد وهذا إجراء يدخل في إطار الامتياز القضاء المصص علي في نصر المادة 579 من قانون الإجراءات الجزائية وفي الحقيقة كما تفضلتي أستاذة هناك إجراءات التي يستوجبوا اتباعها وهذا يظهر هذا العمل القضائي هو العمل دؤوب المتواصل هناك من شكك في ذلك وقال أنها حملة فقط إلى آخره أو ذر الغبار على العيون وما إلى ذلك من مشككين في الحقيقة الانتخابات جعلت حد لهذا الأمور لما عندها حتى معنا حتى كانوا يظنون أنه بإجراء الانتخابات تنتهي هذا القضاء لا كان تكلم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد التبون على أن قضايا الفساد يتم حاربتها كما قبل ذلك تكلم واذكر ذلك سيد نائب وزير دفاع قائد الجيش الوطني الشعبية الآيس الأركان قال أن قضايا الفساد سوف يتم تابعتها ويتم يعني ملاحقة كل المفسدين في في هذا القضايا التي مست الاقتصاد الوطني في عمقه وحتى استقرار الدولة الجزائرية في عمقه وأن هناك حقيقة تتكلم على عيصابة وهذا هو اللي نراه اليوم لأن هناك استمرارية للعمل القضائي وهذا اللي قلناه في عدة بلاتوات في هذا التلفزيون المبارك وقلنا على أنه يستوجب أن لا يكون هناك حملة وتنتهي تنتهي الأمور وإنما يستوجب مواصلة مواصلة العمل القضائي هذا عمل قضائي ولازمنا أن تكون هناك عندنا تقاليد قضائية ونحترمها إذا كانت هناك قارنة البراء أو قارنة المتابعة وحق الإنسان يعني إنسان بل حتى تنثبت إذا أنتوه فهذا أمر يعني يستوجب احترامه وكذلك أنه يستوجب اتباع الملفات والتحقيق في هذه الملفات أي أن كانت رتبت هذا الشخص محل المتابعة كان وزيرا أو غير وزير بالأمس كانت هناك محاكمات والتي مرة تحتاج منها على الشاشات التلفزيون وحقيقة مع الصوت وصورة يعني حتى ما يبقاش مجال للشك وما إلى ذلك اليوم رأنا نشوفه بهذا العمل المتواصل رأي مسأ أشخاص آخرين وعمل جديد بالإضافة إلى الملفات اللي رأي اليوم خاصة بالوزير الأول أو يحيى وسابق أو يحيى وسلال رأي ملفات مزال موجودة في التحقيق ومزال فيها التحقيق هناك ملفات جديدة اليوم رأي شفنا والي وهران السابق يعني في ملف جديد اللي هو حقيقة يمص بالفساد ويبرهن على أن العدالة تجري مجراءها أي كان يعني الظرف الزماني وليست عدالة وقت مؤقت أو عدالة حملات حملات معينة أينما كان الفساد كانت هناك يد العدالة صحيح ربما لكن هذا الأمر لم يكن في السابق أستاذ اليوم وبعد تقلد الوزير وزير العدد حفظ الأغتام بالقاس مزغماتي ودائما في إطار محاربة الفساد كنتم أشرتهم أستاذ عبد الرحمن بن عيشة أنه قانون محاربة الفساد أصلا يعني استوجب تعديله خصوصا هذا من أبرز تحديات التي تنتظر الرئيس الجديد عبد الناجد تبون بالحديد دائما هل محاسبة أبرز رموز النظام السابق وكذلك محاسبتهم في إطار القضاء على الفساد في الجزائر هل تظنون أنهم ربما يجب عليهم الانتظار إلى حين تعديل قانون إجراءات الجزائية أو قانون محاربة الفساد أم وجب عليه محاسبة فورا هو يجب محاسبة فورا لماذا لأن هناك ما يسمى تطبيق القانون من حيث الزمان القانون هذا يطبق في الزمان التي تم ارتكاب فيه الفعل الإجرامي يعني لكل وقت مثلا هذا القانون سريم مفعول يعني ما يسمى بسريان القانون سياران هذا القانون عندما يصدر ويطبق يطبق لفترة زمنية معينة فمن المفروض أن تكون الجريمة قد ارتكبت خلال تطبيق ذلك القانون يعني اليوم كان يتم تعديل ذلك القانون الفساد هؤلاء الأشخاص لا يعاقبون بناء على القانون الجديد وإنما يعاقبون بناء على القانون السابق الذي كان مطبقا عندما قاموا بالأعمال أعمال فساد لذلك فالقانون من حيث تطبيقه من حيث الزمان عنده وقت ارتكاب الفعل كان الفعل مجرم ومعاقب بالقانون الحالي لذلك فهذا القانون هو حاجة فقط التي يمكن أن يستفيد منها المتهم إذا كان القانون الجديد يعني في صالح أفضل من القانون القديم وفي صالح المتهم يطبق عليه القانون الأصلح يعني يطبق عليه القانون الأصلح ولكن نرى في اتجاه قانون قديم قانون حالي الذي تم في ذله قيم بالجريمة ولذلك فهو القانون الذي يطبق يعني وهذا هو الوقت الذي تم ارتكاب فيه فعل إذن هذا القانون هو الذي يطبق أما فيما يخص القوانين الجديدة التي فضلت فإذا تطبق في المستقبل إذا صدر هناك قانون جديد لمحارة الفساد وكان هناك في الحقيقة جديد في العقوبة كما جميع الناس يتكرموا عليه إلى آخره فيتبق بالنسبة للجرائم التي تأتي في المستقبل يعني بعد صدوره ربما لنستكمل بقية النقاط للنقاش كما يظهر في الهام أسفل الشاشة ونذكر مشاهدين ولكل من التحقى بين اللحظة إذن كنا قد وفقنا ولاية وهران مرود شريف من المحكمة العليا وهذا بعد ما تم التحقيق معه من طرف المستشار المحقق في قضايا الفساد وفي هذه نقطة بالذات أستاذ نناقش دائما ملف مواصلة المحكمة وكذلك العدلة الجزائرية في محاسبة كل من تسبب ربما في عبث اقتصادي للبلاد أو تسبب في خسائر أو مشاكل للبلاد سواء من النحية الاقتصادية أو من نواحي أخرى ربما كيف تتوقع أستاذ أن تكون حيثيات هذه المحاكمة بالنسبة لبقية ما تبقى من رموز النظام السابق ولكل من تورط في قضايا الفساد هو مجرى هذا يعني يبقى ساري مفحول يعني قضية لا تتوقف من حيث الزمان يعني يبقى ساري مفحول حتى تصفية كل ميل فات ينم ملاشك فيه السابقة كان هناك ما يسمى بفترة اللاعقاب يعني هذا الناس كيف تصرفوا هذا التصرف نتساءل جامعيين عندهم مستوى إلى آخره يعلمون يعرفون القوانين إلى آخره نتساءل كيف تصرفوا هذا التصرف وما جاء في بينهم يوم من الأيام أنهم سوف يحاسبوا يعني كان هناك تجميد لكل وسائل التحقيق والضبطية القضاية ابتداء من ديوان مركز محاربة الفساد إلى تطبيق نص المدست مكرر من قانون إجراءة الجزائية إلى يعني تعطيل عمل لمجلس المحاسبة كل هذه الأيئات إلى ذلك حتى مرصد حقوق الإنسان اللي كان في الحقيقة أن يعلن على هذه الأمور وسكت عليها كل هذه الأمور يعني في الحقيقة مهمة جدا خلات هذا الناس يفكروا في العقاب ويروا أن هناك تصرفات يقوم بها الوزير الأول إلى آخر دون أدنى متابعة ما كانوا يفكروا يوما ما أن يكونوا محل المتابعة لأن كل وسائل المتابعة القضائية كانت مجمدة إذن أصبح هناك فراغ يعني في المتابعة فكرة اللاعقاب التصرف كما تشاء في المال العام وأخذ كل قرارات التي تريدها من استغلال النفوذ من رشوة من تعسف استعمال السلطة إلى أخير من أمور التي يعني أصبح هذا الناس يتصرفوا تصرف غريب وعجيب ذلك لفكرة اللاعقاب يعني أنهم سوف لن يعاقبوا ولم تتم متابعتهم في هذا الصدد ذلك كان هناك مشكل يعني كبير على مستوى القضاء كون أن القضاء كان نوعا ما مجمد في هذه المتابعات كون أن الملفة لا تصل وهي نعرف أنها ديوان مركز محافظة الفساد كانت تحت سلطة الوزار في باليا ثم تم تحويله تحت سلطة وصاية عفون وزار وزير العدل إذن كل الملفات تم تجميدها وليوم هذه الملفات تصدر وتخرج ويظهر عليها وأنها كان تجميد لمدة قصيرة ولكن هناك الملفات أخرى سوف تصل طيب هذه الإجراءات ما هي إلا إجراءات قضائية وكان يمكن انتخذها فيما سبق وإنما الفكرة التي كانت ماشية والسبب هذا الملفات الكثيرة هي فكرة العقاب وتصرف هذا الناس بمجيب ما تم يعني اتخاذه أنذاك في المتابعة القضائية التي كانت جمدت كل أعمال القضائية وفيما يخص أمور فسد التي تخص الوزارة وما ذلك كان يحاسن فقط مديرين جهويين إلى آخره أما تلقى المتابعة للولاد وللوزراء إلى آخره فكان شيء غير موجود صحيح أبما كما كنا سابقا وآشرنا إليه أستاذ أن المحاكمة لرحي جيار لعل هي أبرز كذلك المحاكمات وهي محاكمة عبدالغاني هامل المتورط كذلك في قضايا فساد أستاذ هل سنشهد محاكمة تاريخية أخرى أستاذ مثل محاكمة تركيب السيارات وتمويل الخفي ممكن توقعوا أن تكون محاكمة تاريخية وأحكام ثقيلة كذلك أحكام ثقيلة وتعدد الملفات لا يعني أنه أن كل أشخاص هذو حتى الذين حوكم وعندهم ملفات أخرى يتنتظرهم يعني فيه محاكمة تاريخية سوف تظهر إلى الوجود وتحال أمام المحكمة ويتم المحاكمة فيها صدد ويكشف المواطن الجزائري هذه الأمور ويتأكد أن حقيقة هناك شفافية وأنه يكون متابعة جدية في هذه الملفات وأنه هذا ما يجعله يكسب الثقة في مسؤوليه وتكون هناك يعني أرد فعل إيجابي في المجتمع لأن أمر العدالة مهم جدا خاصة وأن العدالة هي أساس المخ يعني مستحيل تكون هناك عدالة دون أن يكون هناك مخ دون أن تكون عدالة يعني موجودة في أي ميدان تخص كل أطراف أين كان هذا الحاكم أو محكم وأن كل ناس تحت القانون وتخضع للقانون صحيح فهذه المتابعة عندما نشوف هذه الملفات وما إلى ذلك نحن نقول هذا أمر مبارك هذا الدليل الصحة وأن يد العدالة طويلة وأن تلحق أي إنسان كان ومع أنه هناك تعديلات أن يستجبوا استدراكها مع إحداث ما يسمى بالمحكمة العليا للدولة حتى يتم يعني استكمال جهاز القضاء كليا ولا يبقى هذا الجهاز يعني كحبر على ورق وكما هو موجود اليوم في الدستور وتتم متابعات يعني بطريقة شفافة وتكون عندنا تقاليد تعدالة إلى آخره ويتم ذلك ليس في إطار حملة وإما في إطار أمر منظم ربما في إطار استرجاع هبة العدالة التي فقدتها حتى أصبح المواطنة الجزائري لا يثق في العدالة كل من ارتبط اسمه باسم إدارة باسم مسؤول أو وكل من كذلك ارتبط اسمه بقطاع العدالة فالعدالة الجزائرية والقضاء الجزائري نحو استرجاع الثقة لعلها ربما أبرز نقطة يجب على الرئيس الجديد عبد المنجد تبون التركيز عليها وهي استرجاع ثقة المواطنة الجزائري خصوصا في قطاع العدالة وهذا الذي يتكلم فيها يعني في كلمة نتعه بعد الإعلان عن فوزوا في الانتخابات كان ذكر على أن الملفات الفساد سوف تتم يعني متابعتها كما كان من قبل أو بشدة أكثر لأن الأمر يعني مس بالاقتصاد الوطني ومس يعني بكيان الدولة ككل يعني هذا الأمر يعني خطير جدا نشوف يعني وزراء يعني يستولون على ملايير بسبب مناصب الذين كانوا يعني يتقلدونها بسبب يعني أمور يعني لا يمكن أن يعني تصل إلى عقول الأشخاص المعادين المتوسطين ومقابل ذلك نرى الشعب يسكن في القصادير وليدتنا يعني أكل فيهم البحر الفقر المحدق في أماكن بعيدة أولادنا يرحوا يقروا في المدرسة حافين مسافات ثلاثة أربعة خمسة كيلومتر في البرد إلى آخره لهناك نقل لهناك متابعة لهناك مستشفيات ولا حتى يعني مستوصفات في القرى إلى آخره ويهدر المال العام بهذه الطريقة بهذا الأمر أنا والله عندما تكلمت قلت أن الأمر ليس لا يخص الفساد وإنما أمر يخص أخيانا لأن هذا الناس ما هوش فساد منعزل يخص فئة معينة وما إذن قضية منعزلة هذا أمر كان عام ومس أمور كبيرة في الوطن وهذا مس بالاقتصاد الوطني من قريب وفي الحقيقة أمر أكبر مما نتكلم عليه على الفساد وإنما أمر خيانا خيانا الوطن عملا من نطن منادة 77 و78 من قانون العقوبات التي تصل العقوبة فيها حتى إلى المؤبد فيها صدد لذلك فهذه المتبعات هي حقيقة دليل صحة ودليل أن هناك حقيقة وقفة للقضاء وقفة جدية وهذا يخلي الدولة حقيقة تقوم يعني كنا تكلمنا كثيرا ما حدث لحنا رأنا في أزمة والحمد لله فقط وهذه الأزمة تنتهي يعني الدول كانت ذهبت هباء منصورة بسبب حرب العالم الثانية ولكن قامت دولة بسبب قيام القضاء يكون عندنا دائما تفاؤل عندما يقوم القضاء يعني تكون الدولة قائمة كذلك جميل جزيلا شكرا لك أستاذ عبد الرحمن بالعيش على كل هذه التوضيحات بالتأكيد تكوننا المتابعة لكل ملف يدخل المحكمة وكذلك تكوننا المتابعة لجل ملفات الفساد دائما موسيقى